كانت الوحدات الفرعية للدرك الوطني بعين تيموشنت من إحباط ثلاث عمليات متفرقة للهجرة غير الشرعية وتوقيف 45 شخصا وحجز العتادي والوسائل المستعملة في الإبحار في إطار محاربة ظاهرة الهجرة الغير الشرعية عبر البحر وعلى إطر عمليات متفرقة للوحدات الإقليمية للدرك الوطني بعين تيموشنت تمكنت الوحدات الفرعية للمجموعة خلال الأسبوع الفارض من إحباط ثلاث محاولات للهجرة مع توقيف 45 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 37 إلى 19 سنة من بينهم إمرأتان مع الحجز الفوري للعتاد المستعمل في الإبحار المتمثل في قارب صلب قارب مطاطي محرك نوع سوزوكي قوة 200 حصان محرك نوع يامها قوة 115 حصان 13 صفائح بنزين سعة 20 لتر وإثنان من سعة 30 لتر مبالغ مالية بالعملة الأجنبية المقدرة بـ 10.330 أورو 5 ريال سعودي 10 دينار تونسي مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 50 ألف دينار جزائري و45 هاتف نقال وجهت لهم جناية تهريب المهاجرين عن طريق جماعة إجرامية منظمة والقيام بتدبيل الخروج من التراب الوطني بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين إلى السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا